اشتركوا في القناة على تليفونات البرنامج او على موقعنا وصفحتنا صفحة ست الستات على فيسبوك اول حاجة من اللي لفتوا نظري من الحاجات يعني عايز اكلم حضراتكو فيها انه من كام يوم تم اختيار السفيرة وفاق باسيم في عضوية لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن المعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية عن الفترة عشرين واحد وعشرين لعشرين اربعة وعشرين وده حصل في الانتخابات اللي تمت بالفعل في نيويور بصراحة ده انتصار جديد انتصار مشرف لمصر وللست المصرية ودليل على تمتع مصر بكوادر نسائية متميزة على المستوى الدولي وقدرة طبعا على تحقيق اعلى المراتب الدولية المرشحة المصرية كانت ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة من اصل تقريبا خمستاشر مرشح مثلوا دول واقاليم كتير مختلفة وكسبت المقاعد ده بعد سباء انتخابي وتنافس شديد جدا الاصوات تقربت اللي حصل عليها طبعا اغلب المرشحين بشكل كبير الامر اللي خلى ان يكون فيه جولة للتصويت تاني وفازت فيها بالفعل المرشحة المصرية بفارق اصوات كبير بقى المراتي الف الف مبروك وطبعا عايز اقول لكم ان فيه حاجة تانية كمان عايز اكلمكم فيها لفتت نظري ان كتير من السيدات منتظرين بقى بالفعل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد ووضع خطة سريعة لحل المشكلات طبعا الرئيس بيقدم الدعم دايما والمسندة دايما للمرأة المصرية وبالذات المرأة العاملة وخاصة مع ازمة كورونا اللي تسببت في مشكلات اقتصادية في كل البيوت المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد الرئيس وجه بحل مشكلات السيدات وإحنا كمان كلنا منتظرين الحلول دي ايه الافكار اللي خارج السندوق اللي ممكن تتعامل من خلالها المرأة المصرية العاملة الفترة اللي جاية النهاردة بقى هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم بعد الفاصل حيكون معانا المهندس وليد حجاك خبير أمن المعلومات كلامنا النهاردة عن اللي احنا عايشينه عن الشائعات اللي على السوشيال ميديا ازاي نتصدى لها طب نعرف ازاي الاخبار اللي لأي كلام نعرف ازاي اللي بيعملوا منتاج لبعض المشاهد ويحطوها لنا وبتتصدر بقى السوشيال ميديا سواء على تويتر او فيسبوك او على الانستجرام عايزين نتكلم عنها ونعرف منها ايه اللي مش حقيقي وايه اللي نصدقه ونعرف ازاي الكاذب من الصادق من المعلومات اللي بتجيلنا كل يوم هنتكلم في كل ده بعد الفاصل وممكن زي ما قلت لحضراتكم تشاركونا على صفحة ست الستات على فيسبوك او تكلمونا على تليفوناتنا تبقوا معانا على الهو مباشرة في الستوديو بعد الفاصل في ست الستات خليكم معانا طبعا كلنا شايفين شائعات فيديوهات متفابريكة هاشتاجات بقت على ودنك يعني يا تاجر بقت منتشر على صفحات السوشال ميديا كلها هدفها انها تأثر علينا كلها عايزة تأثر على وحدة وسلامة مصر طبعا الشعب المصري واعي جدا وزيق جدا وعارف جدا كل اللي وراء الشائعات دي ودايما بيثبت انه هو واقف وراء دولته ممكن الناس تكون غطبانة من حاجة لكن مفيش حد اكيد بعد اللي عشنا يعني فيه طول السنوات اللي فاتت عايز يهد البلد دي او عايز يبقى مفيش امن وامان او ممكن يبقى ضد القيادات بتاعة بلده اللي كل يوم بتثبت انها مع الشعب المصري وانها بتخلي حالنا افضل على المستوى العام نهارده معانا المهانس وليد حجاج اللي حيكلمنا ازاي نتصدى للشائعات والفيديوهات والترندات المفبركة اللي بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت برحب بحضرتك مهانس وليد حجاج نهلا وهو في حاجة اسمها ترند فيك هل ده بيتعمل بسهولة بص حضرتك اي حاجة ممكن في الدنيا تبقى ترند او ايه فكرة الترند ان عليها ترافق كتير او بتعمل عليها مشاركات كتير دي بتتعمل اما بادوات مدفوعة اما يعني فيه ادوات وبرامج بيتدفع عليها فلوس تخلي الحاجة تبقى ترند او من خلال اشخاص اجندهم واشغالهم معايا يبقوا هم اللي بيعملوا شير وريتويت وكلام ده كله عشان يبقى ترند او ادوات تانية ازاي حضرتك النهاردة مثلا عايزين نخلي اكس علامة اكس دي ترند هنرفعه على القناة كلها خلال اسبوع ده هنحط في الكي ووردز او في المفاتيح بتاعته اكس الكلمات دي ما بتبانش للشخص المستخدم اوكي تمام كل خبر صحفي هينزل على موقع صحفي دي علاقة بصداء البلد هحط في المفاتيح بتاعته كلمة اكس كل حاجة هتتعمل هحط فيها كلمة اكس اوكي ده اول حاجة الحاجة التانية سوري معنش هقف عند اي حاجة مش هفهمها خالص او على خبر تاني او على النيوز العادية اللي كلنا بنستنها كل يوم اه على الموقع ده بايدفولت او بالطبيعة كده هيروح مدخلني على اللي انا عايز اعمله ترند بالزبط بمعنى بمعنى انا لاحظت في فترة من الفترات في فيديوهات دولة قطر انه موجود في الكي ووردز ادور على حاجة ايطلع على فيديو انا مش بدور على ده فلاقيت انه هم حطين مفاتيح ام الكلمات في الفيديو اللي ملهاش علاقة اصلا ايوة بالموضوع حطين فيها مفاتيح كلمات عايزينها تبقى ترند اوكي فبالتالي حط الكلمات دي في المفاتيح والمفاتيح دي لا بتزهرش لما حرج بتفتح الفيديو دي تظهر بأدوات معينة اوكي دي حاجة الحاجة التانية تستخدم في انستجرام تستخدم في فيسبوك اقدر اعمل هاشتاج في انستجرام أعمل نفس الهاشتاغ في الفيسبوك أعمل نفس الهاشتاغ على تويرر في ميزة تانية بقى أو مش ميزة في خاصية موجودة في تويرر تحديدا تقدري حركه تعملي تريند في أقل من 24 ساعة يا نهرب يكي وهو مش تريند حقيقي وهو مش تريند حقيقي هو إيه فكرة حقيقي ومش حقيقي هو حقيقي لأ هو كل التريندات حقيقية لكن حضررك التريند اللي أنا عامله ده على موضوع حقيقي ولا لأ مهوا أي تريند هيبقى حقيقي تريند باسم حضرتك بمنتهى السهولة فيه برامج بتعمل ريتويت يعني حضرتك النهاردة قدي للبرنامج ده التويتر ومجموعة حسابات ريتويت وهو يعيش معاه الحاجة التانية تخليق حسابات بقى سهل جدا ان انا ممكن اعمل اكتر من حساب بتتجاب من على مواقع زي مواقع اسمه جيت هاب ومواقع دي مواقع او مطورين يوهم عاملين برمجيات من شأنها ان انا بستخدمها عشان اعمل بها شغل اللي هي مفيدة ففيه ناس ممكن تعيد توظيفها بشكل مختلف زي محرك كده السكينة بتستخدم في استخدامين او السوشال ميديا بتستخدم في خير وشر وهكذا فالسكريب ده يقدر يعمل ريتويت من خلال الاسكريبتات اللي موجودة فينشر التويت دي على 20-30 حساب كمان في برامج متاحة على منصات الاندرويد اكثر يعني هي موجودة طبعا في الايو اس وفي الاندرويد بس الاندرويد نظر ان انت شاره وادواته كتيرة البرنامج ده يتيح لحضرتك ان انت تبقي منزلة على تليفونك اكتر من حساب لنفس المنصة يعني ممكن يبقى عندك على التليفون 20 اكاونت فيسبوك 20 اكاونت انستجرام 20 اكاونت اي حاجة حضرتك عايزة من السوشال ميديا يعمل اكاونت كتير جدا وتقدر تفتحها تتعامل معها كلها وبالتالي حضرتك هتلاحظ اللي بقوله ده في ايه ان لو انا مثلا لاحظت ان في تويتا معينة او خبر معين وفي خطأ املاقي هتلاقيه هو هو بنفس الخطأ متكرر في كله الريتويتس دي سكريبتات وروبوتس اللي بتعملها يعني الموضوع اوتوماتيك يعني ما بقيناش محتاجين اللي هو الكتائب الالكترونية اللي هي تقعد بس كده محتاجينها بنسبة نسبة اللي هي يا جماعة انا عايز الخبر ده ينزل كل واحد من الناس اللي في الكتائب الالكترونية تحت ايده 20-30-40 حساب هينزلها مرة على حساب وال20-30 البقائين بتوع هينزل عليه واحد تاني يعني لو عشر تنفار بيقوموا بدور 300 نفر ويبتدي ينزل الحاجة انا بقى كواحدة عادية يعني يوزر عادية جدا لتويتر وفيسبوك وإنستجرام اعرف ازاي الحسابات اللي مش حقيقية او اللي هي المفبركة اكتشفها ازاي بص حركة هو الموضوع كل شوية بيبقى أصعب من الاول لان زي ما حضرتك فيه ادوات بتكشف زي ما كل شوية الحيال بتزيد زي ما هي هي الدنيا ماشية كده طول ما فيه سرقات بتتكشف طرق السرقة بتختلف وهكذا ولكن فيه مؤشرات يعني فيه ادوات تقدر يحارك تتعرف بيها على الصورة المزيفة تقدر يتعرف بيها على الفيديو المزيف فيه ادوات تقدر يتعرف بيها على الحساب المزيف ولكن هم بدأوا يستخدموا كمان تكنيك تاني أصعب إنه هو بقى بيشتغل على الحسابات المشاهير والفنانين الحقيقية يعني إيه؟ يعني يسرقها هي هيها وصعب بيسترجاعها يعني لا هقول لحضرتك نمرة واحد الحساب ما هواش مزيف صعب غلقه نمرة اتنين سرعة انتشار الخبر أكتر بكتير جدا من حساب عادي لأن الفنان عنده فالورز كتير صحيح نمرة تلاتة ودي الأهم هيدي مصدقية للخبر لما يبقى نازل على حساب فنان نمرة اربعة يا سلام لو كان الحساب بقى فريفايد عليها لما زرق وعادة بيبقى فريفايد وفي الحالة دي كمان بتعمل مشاكل لصاحب الحساب موت يعني وعادة بيتم الهاكينغ ده عن طريق إيميل جالك أو رسالة جات لك وفتحتها وانت مش فاهم أصلا ويقول لك بعليش ابعت التأكيد المش عارفة إيه بتاعك أو الباسورد بتاعتك على الحساب ده وإلا الحساب بتاعك حيروح وهو أساسا بيسرقك يعني وانت ما بيبقى لكش أي حيلة في الموضوع لا حيب بص حضرتك الاريا أو المناطق الخاصة بأمن المعلومات خمسة أمن شبكات أمن عمليات أمن اتصالات أمن معلومات أخطرهم السيكوريتي بتاعك الشخصي الأمن الشخصي ليه؟ حضرتك هاتي أقمن نظام في الدنيا وعملي عليه أعلى سيكوريتي ممكنة وعملي كل حاجة حضرتك عايزها وحطي شخص غير مؤهل أو مش عارف أو جاهل في حتة دي شوية هيحصل إيه؟ هيكون هو سبب في اختراق المؤسسة صحيح يعني حضرتك مهما ديتك سيستم مؤمن سلوك حضرتك بأن حد يضحك عليكي بقى هو ده الطريق اللي بيستخدم وأكثر انتشارا في مجال الهاكينج اليومين دول اللي هو الهندسة الاجتماعية اللي هو أضحك عليكي بخدعة عشان أخد حاجة منك أسهل من أن أنا أحاول أخترقك ببرامج لأ أنا أعرف منك الباسورد وأخد حسابك واستغله ومنشر على لسانك بالنسبة لي أفيد من أن ننشر على حسابي أنا وليد حجاج مين أنا وليد حجاج لكن أما بقى أستاذة دينا رامز الإعلامية هيختلف الكلام ونساعتها الصحافة تكتب ساعتها كلها هيكتب بس إحنا قلنا قبل كده أن يعني مثلا حدي لحضرتك مثال لو حد معروف قوي وتكتب حاجة موسيقى مثلا للدولة على حسابه وهو هي جات حاجة أصلا يعني هو الحساب بتاعه مسروق ما بينفعش يتعرف الإي بي أدرس اللي اتبعتت منه الرسالة دي اللي بيها يبقى معروف إن دا مش هو يعني هل المسؤولين الخاصين بأمن المعلومات في أي دولة بيبقوا عارفين إذا كان دا هو ولا لأ بص حارك كل حاجة بتتعرف وليها الطرق والأدوات اللي بتعرفها وطبعا في حاجة برضو عايز ألفة نظر حارك ليها عن تجارب مع مواقف كتيرة مش كل من هو قال حسابي تسرع بيبقى مسروق آه دا حاجة تانية بقى دا حد عايز يعني لا لا يعني أقصد في ناس تلقت منه زلت لسان ايوة بالضبط هو دا اللي أنا عايز أقوله وحسابي كان مسروق بتتعرف طبعا بتتعرف يا فانديم بتعرف لسوا ببسيط إن في أدوات ولكن أنا برضو يعني عايز أقول له حدرك مش كل المنصات ومش كل الأدوات بتقدر تجيب 100% ما فيش حاجة اسمها 100% في حياتنا الأبسلويت فالو دي مش موجودة دي موجودة بس في الدين لكن مش موجودة في الإنترنت صحيح اللي أنا بتكلم فيه إن بنسبة 95% 96% أقدر أحدد مين الشخص اللي دخل ومين اللي نزل الحاجة دي وبيقدر يتعرف البيانات الداخلية اللي على الحساب هو مربوط برقم تليفون مين هو مربوط بإيميل مين في حاجة كتيرة بتتعرف وبالتالي لو حساب بجد مسروق هيتعرف إنه مسروق ولو هو حد بيقول كده عشان يداري على حاجة هو عملها فبرده بيتعرف معه كمان بالذات في المواقع الصحفية أكتر من السوشيال ميديا لو حضرك نزلتي خبر والخبر ده عمل مشكلة فروح يدخلها مسحة ده مواقع صحفة هو بالسوشيال ميديا في مواقع اسمها كاش ويب سايت دي شغلتها بتاخد نسخة من كل المواقع اللي بتنزل أخبار فعال كاش ويب سايت أقدر أجيب الخبر حتى لو لحقت نفسك والبتشيل الخبر اللي انت كتبته غلط أو شوية ناس بس اللي أروه وده اللي يكفيك من الموضوع ده بالضبط بالضبط وعاية أقول حالك ده مش محددة بوقت لا يعني ممكن نجيب خبر من ثلاث سنين كان نزل وتحذف من عشر سنين في شركات بتقدم حتى لو مش خبر على موقع صحفي يعني مثلا لو كتب على الأكاونت بتاعه على فيسبوك أو على تويتر أو على أي سوشيال ميديا لكن دي ما فيش بصي حضرك مواقع السوشيال ميديا ما فيش بصمة تتساب للخبر لا الأكاونت لبصمة ولكن الأخبار اللي تم حزفها دي مش بالسهولة بتاعت المواقع الصحفية لأن المواقع الصحفية هي مفتوحة المصدر فمتاح لبعض المواقع الأخرى اللي بتقدم خدمة الكاش مش كاش فلوس كاشينج يعني أن تاخد نسخة من السايت تبقى عندها فدي متاحة لكن بالنسبة للمواقع السوشيال ميديا هي قفلة شوية على نفسها في الحتة دي بدليل أن حضرتك النهاردة على سبيل المثال لما الأكاونت بتاعك بيحصل في حاجة أو كده الأكاونت بتقفلش بها متشال عندهم صح تقدريش عملي حاجة هما مسيطرين عن الموضوع شوية تقدري تشوفي إيه الحاجات اللي مفتوحة للبابلك للعامة لكن الحاجات اللي حارك أفلها على حسابك أو على الأصدقاء يشوفها الأصدقاء ويشوفها حضرتك طب لو عملها وتجمع عنها معلومات من فترة كده كان فيسبوك أو مش فاكرة أو تويتر يمكن منصة من المنصات أثبتت أنها مسكت أكتر من حاجة تراندينج وكانت مش حقيقية يعني كانت حاجة فيك أو كانت حاجة أوتوميتد حاجة معمولة بأكاونت مش حقيقية هل دي مسئولية المنصة نفسها ولا مسئولية الأمن المعلوماتي بتاع أي مكان أو دولة بص يا حضرك هو فيه فيديو أنا مديلي إعادات بيجاوب على حضرك في الحتة دي هو فيديو مصري معمول في الفنانين اتشالوا وتحط ما كانهم فنانين مختلفين معنا؟ بجور إحنا معنا الفيديو فالفيديو ده هيرد على الإجابة بتاعت حضرتك ولكن هو دور أولا شخصي لأنه ممكن يوقع حضرك لحطائلة القانون طبعا ثانيا دور مجتمعي ثالثا بقى اتجاه عالمي بمعنى اتجاه عالمي حضرتك النهاردة الانتخابات الأمريكية القادمة ألانة جدا من الديف فيكس أو التزييف العميق لدرجة إنها كانت بتبوش على الشركات وبتقول لهم بسرعة بعد إذنكو اعملوا حاجة تكشف الكلام وتحركت أحد الشركات اللي هي شركة مايكروسوبت يوم 2 سبتمبر اللي فات صحيح وأعلنت عن ظهور نظام أو سيستم أو أبليكيشن بيقدر يتعرف على الفيديو إذا كان حقيقي ولا تم التلعب فيه كل حاجة بتتزور يقول لك ده فوتوشوب ده فوتوشوب ده على الصور شركة فوتوشوب رح تعمل إيه بقى عملت كمان تقنية جديدة للتعرف على الصور المزيفة والفيديوهات المزيفة كل ده مازال لسه لم يطرح في الأسواق بشكل يعني رسمي أو منتج نهائي حنشوفه أهو وإحنا منتكلم ده فيديو حضرتك الفيديو ده لشخصيات يعني من فترة طويلة وإسلام عربي قديمة تم التلعب فيه وممكن حضرك تحط أي شخص في الفيديو موجود حاليا مع يعني الفيديو هو فيديو قديم والممثلين جداد أي وطبعا الكلام ده كله من السهل جدا إنه يتعمل في أي فيديو ده مجرد مثال السيدة موكلسوم حدي تاني بيغني معها المسرح وتتعمل الفيلترين بتاعت الألوان والحاجات اللي بنشوفها دي الكلام ده سهل جدا لأن الأدوات بقت مجانية ومتاحة على الإنترنت هنعرف إحنا الغلابة العديلين الحاجات اللي زي دي بص حضرتك دي باينة شايف لا بص حضرتك بزبري لما يخلص المنتج بص حارك بعد كده بقى إيه دي كده بقت باينة لا لا باينة عشان حارك عارفة المصدر لا علشان ده توفى من سنين طويلة أيوة عشان عارفة المصدر الهدف من الفيديو ده إن أنا أوري لحضرتك حاجة تكون حضرتك عارفها أصلا ومتأكدة منها ومتأكدة منها عشان تعرفي إن الإمكانية متاحة طب هنعمل إيه الكلام ده بقى بقى سهل جدا وتقريبا يكاد يكون ببلاش إقدارة تعمليه ولا أي حد بص حركة يعني مثلا ده فيديو مطرف فريد الأطرش بقى مين اللي موجود فيه في حضرتك فالموضوع بقى سهل جدا ومش محتاج مجهود ولا محتاج إمكانيات فنية يعملك الفيديو ده مقابل 20 دولار و30 دولار حسب عدد الثواني أو بتجيبي الأداء وتجيبي صور وتدخلي ده على ده وهو بيعمل هو بيعمل الكفتيل ده ويطلع على حضرتك كل حاجة ولو الفيديو ده بصي حرك فيديو زي ده مثلا هيتشال منه سمير غانم وهيتغير الشخص وتتفرج على الفيديو لو أنك تتخيل إن الفيديو ده معموله أديتنج بشكل أو بآخر ده الليرز الطبقات بتاعة الصورة كمان يعني بالظبط وبين قدام ومين وراء وبعدين تده يعدل في الصورة بصي حضرك شايفه طلع اللي بترقص قدام وخلى هو وراء أي حاجة بقى أي أغنية أي فيديو كليب طب أنا عايزة أقول لحركة التقنية دي تم استخدامها حديثا في أحد الأفلام الأجنبي اللي كان منها جزء واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية أعتقد نفاصل فيوريوس فيه ممثل كان توفى بالزبط جاب أخوه وبالتقنية اللي شابها اللي تفرجنا عليها دي بتعمل نفس الموضوع صحيح أقصد الموضوع بقى سهل والموضوع بيستخدم من زمان بصي حضرتك هي الفكرة في إيه الفكرة أن كل ما الأدوات اللي بتكشف بتبقى أكثر كل ما بيبتدي يطلع تكنولوجيا جديدة والتقنيات جديدة وطرق جديدة أكثر تعقيدا تصعب على الشخص أنه يعرف الحقيقة من المزايا وبالتالي خلي عندنا قاعد عام مفيش حاجة اسمها ده فيديو حقي أو ده صورة حقيقية في حاجة اسمها أدور ورا الموضوع طيب فيديو زي ده أعرفه منين أو صورة مزايا فأعرفها منين في مواقع بدأت يعني تصدر حديثا وكتير جدا المواقع دي من شأنها نديله الصورة يقول لي والله الصورة دي اتعمل فيها إدتينج أوكي الصورة دي اتعدل فيها كذا يقول ده فيه أمر صناعي وفضائيين نزلوا في مدينة الانتاج الإعلامي وعملها بصورة ممكن هديها للويب سايت الويب سايت ده بيعمل ايه يقول لي لا خلي بالك الصورة دي لما تحللت ويجيبها لي يقول لي الصورة دي الحتة دي ملهاش خيال اللي هي الفضائيين والطاير والكلام ده لكن الأشخاص اللي بقى يليها خيال فدي تقول ان دي متضافة على الصورة يحلال ويعرفني ان الصورة دي تم التلعب فيها طيب بلاش فيديو بقى فيه كمان ويب سايت سايت موجودة من شأنها نبرف على الفيديو يقول لي لا الفيديو ده تم الإديتينج فيه الفيديو ده تم اجتزاؤه وبالتالي بقت فيه أدوات بتكشف زي ما بقى الله حررت كده الحكومة الأمريكية خلت الشركات لان هم قلقانين ان يحصل تلاعب في الانتخابات ونشروا محتوى غير صحيح عن بعض المرشحين يؤدي لنتائي غير مرغوب فيها فبدأوا يخلوا الشركات البيت يشتغل على فكرة ازاي اتعرف على الفيديو المزيف ولكن هي لسه لغاية النهاردة عشان نكون صرحة مش مية في المية دقيقة ومش مية في المية نهاية بس بتديلك مؤشر تقولك الفيديو ده حقيقي بنسبة خمسين في المية الفيديو ده حقيقي بنسبة عشرين في المية احنا في مشكلة كبيرة طب اذا ازاي اننا نقدر نميز يعني هل بعقلنا بس اصلا لو من الناحية التكنولوجية مش كل حد حيقدر انه هو يعني يبعت للموقع ويقوله وريني الاساس هنعمل ايه من سنة طلع موقع اسمه ديب نيود من اسمه كده باين هو معتمد على تكنولوجيا ديب فيكس ولكن نيود لها حاجة مش لطيفة حاجة مواد إباحية ايه بيخلق فيديوهات إباحية للمشاهير ينهرب فده تقلبت الدنيا عليه في العالم كله واتقفل الموقع لانه هو بيعتمد على لبس التكنولوجيا هو بياخد فيديو مش كويس وياخد ممثل ليه كذا زاوية وياخد الصور يدخلها على الفيديو ويعمل له فيديو وفيه وبسايتس قائمة دلوقتي ما نستبعدش للمحاكم بعد كده ترفض الأدلة اللي بالفيديوهات لا بالعكس ده عشان كده بقى فيه حاجة اسمها Digital Forensics أدلة جنائية رقمية دول اللي من شأنهم بيقدروا يتعرفوا على الدليل ده حقيقي ولا مش حقيقي هقول لي حارك على حاجة على سبيل المثال أنا النهاردة في أحد الحلقات مع أحد الفنانين كان أستاذ العيل العيل وأستاذ شريف مونير فبريقتلهم محادسة على الهواء في أحد القناوات الفضائية وإحنا عادينا نضيف معاهم من خلال الجهاز اللي كان معايا عملت محاسة واتساب وهمية ما بينهم مين اللي يقولين المحاسة دي حقيقية ولا وهمية وأنا معايش أرقامهم أصلا يعني لمعايا رقم ولا رقمها ولا معايا أي حاجة وعملت المحادسة الأدلة الجنائية الرقمية بتاخد السكرينشوت بتاعت المحادسة دي تقدر تعرف هي معمولة من كومبيوتر ولا من تليفون في حضرات كل الصور والفيديوهات والمحتوى الديجيتال جواه كتير من المعلومات المعلومات اللي موجودة جواه ده هيت اسمها EXIF EXIF جواها التاريخ اللي اتعمل فيه جواها الجهاز اللي اتعمل منه جواها نظام التشغيل اللي استخدمه نظام لو عاملها من تليفون يقول لي serial number التليفون عايز أقول لأحرك على حاجة كل حاجة ديجيتال بنستخدمها جواها دليل رقمي فنقدر منه أعرف ده حقيقي ولا مزيف احنا عندنا في مصر حاجة كي كده عندنا عديلة جنائية رقمية موجودة في جهات كتير من الجهات المهم في الأضايا الكبيرة يقدروا يكتشفوا يقدروا طبعا ده ممكن الأقض على كبار عندهم أحدث تقنيات والبرامج اللي بتقدر تتعرف على الكلام ده أمال هو إزاي النهاردة هقول لي حارك على مثال فاكرة حارك من فترة طويلة كده كان فيه واحد فجر نفسه وجف أحد البرامج ان هم جمعوا وشه وعملوا منه ورجعوا تاني الوش أيوة عشان يعرفوا ده مين دي استخدم فيها الأدلة الجنائية الرقمية بشكل كبير جدا القضية دي وقدروا منها يطلعوا دي من سنتين ونص ثلاثة أنا أقصد بيبان وبيتعرف لو أنا بديت لحضرتك صورة ولذلك ما ينفعش ودي نقطة مهمة جدا لازم السادة المشاهدين يعرفوها ما ينفعش أعتمد في محضر على صورة سكرينشوت مطبوعة هتطلع منين الدليل الرقم إذا كانت حياة ولا مش حياة أصارها لازم تبان بالزبط فهي مطبوعة طب مين اللي يقولني دي متاخدة من جهاز حقيقي طب بلاش هبعتها لحضرتك على التليفون لأ ما ينفعش لازم يبقى جهاز أحد الطرفين موجود ويتم استخراج الدليل بمعرفة الجهات المختصة يعني النهاردة حضرتك أنا جيت لقيت جريمة قاتلي ينفع أنا أرفع البصامات وديها للشرطة لأ طبعا لازم الشرطة عشان تتأكد أن البصامات دي أنا مش بادحك على يعني بدي لهم واحد مظلوم أنا بدي لهم المجرم بجد ولازم هم اللي يقوموا بشغلهم مش أنا اللي أدهلهم وبالتالي ما ينفعش أروح أقدم سكرينشوت من غير ما باعي جهاز صحيح أنا ينفع أقدم مبدئيا المحضر مبدئي لكن لما يوصل لمرحلة التحقيقات الفنية لازم الأصل لازم هتلي بقى جهاز أحد الطرفين هل أنا كمواطنة عادية أقدر أكون بساهم يعني وأنا معرفش في نشر حاجات زي كده فيك ووساعتها يعني أنا مش بس بدر نفسي وبدر أسرتي وبدر بلدي لا ده يعني أنا بعمل جريمة حتى لو يقولك قال له هو أنت جاي على يعني جاي علي أنا مش أنا اللي عملت القبر أنا بس بوريه لك يعني أنا موصل للقبر كتير جدا احكيلي بقى إزاي إن إحنا نتجنب إن إحنا نبقى مشاركين في جريمة زي كده بصي حضرتك هي النقطة في إيه الحرفية بتاعت الجماعات المعادية للدولة في طريقة طرحها وتناولها للموضوع بيمس فيها يا الجانب الاجتماعي يا الجانب الإنساني يا الجانب اللي هو المادي يا لازم يحرك فيك حاجة يخليك تعملي شير للخبر ويعني يبعدك عن إنك تدريك إن الخبر ده مزيف فبيعمل إيه يدي لك الخبر في شكل موضوع يمسك زيت سكر تموين مواصلات مصاريف مدارس أي حاجة ترخيص عربي أي موضوع أي حاجة تماني يهم فئة لا وفي نقطة يهم قطاع كبير من الدولة صحيح ما بينقيش أي قطاع بينقي قطاعات حيوية وتمس عدد كبير فبيدفول إحنا نروح مشايرين فبيلعب هنا على إيه على العاطفة صح وبيلعب على الاحتياج بتاع الشخص والمصريين الحتة دي عندهم زيادة شوية العاطفة إحنا نحاول إن إحنا يعني ما ننسقش وراء أي حاجة غير لما نفكر كويس جدا لأن دلوقتي بقى الموضوع يعني بيقرق العالم كله وأمن العالم كله إوعى تفتكر حاجة صغيرة ممكن تحصل هنا وتتشاير وتروح لقارات تانية ممكن تأثر فأمن دول أخرى حتى مش بس يعني نهيكم عن أمننا إحنا الشخصي طبعا الحديث يطول جدا جدا لكن للأسف الوقت هو المحدد بس بشكر جزيل الشكر ضيفي دايما المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا بعد الفاصل فقرة مختلفة هيكون معنا فقرتنا الطبية وخبيرة التغذية دكتور دعاء سهيل اللي حتقول لنا النهاردة أفضل الطرق للتخصيص من غير دايت في ستة ستات بعد الفاصل خليكم رجعنا لحضراتكم من جديد وصلنا لفقرتنا فقرة التخصيص والرشاقة طبعا معناهم على طول الجمال مع دكتور دعاء سهيل ولسا مكملين في سلسلة حلقات مبادرة مش هنسلم لسامنا اللي برنامج ستة ستات له الشرف ان دكتور دعاء دايما بتشارك نجحتها ونجاح جميع مبادراتها وبتستضف لنا بقى حالات واقعية خست وبتخص من 40 و50 وانت طالع واكتر كمان ساعات 60 كيلو والله يعني مش بكذب عليكم وكانوا دايما بيدونا ومازالوا بيدونا طقة تفاؤل وامل ان احنا لما نعوز حاجة نقدر نعملها ونقدر نحصل على صحة وشباب دائم النهاردة دكتور دعاء مستدفالنا دفتنا قبل كده وكانت فقرتها من احلى الفقرات الحقيقة اللي قدمناها من خلال المبادرة فقرة مادام حنان بعد ما ثبتت وزنها جايلنا النهاردة وقعدت فترة كمان بعد التثبيت علشان فيه ناس كتير عندهم بيبقى تخوف كده ما بعد الخسسان والتثبيت هل حرجع تاني بعد استخدام الكورس وبعد ما الكورس اللي بيسد الشهية واللي بيعمل حر هل ممكن ارجع زي الاول وكل كتير وارجع تاني ادخن كل الاسئلة دي دكتور دعاء حتجاوبلنا عليها النهاردة وعملت ايه مع حنان وازاي قدرت انها تخص يعني تثبت على الوزن اللي وصلت له بقى لها اكتر من يعني احنا استضافناها من ست شهور تقريبا بقى لها اكتر من ثلاث شهور بقى مثبتة وما رجعتش زي الاول خلونا الاول نرحب بدكتور دعاء سهيل دكتوراف تغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصحبة مبادرة مش حنسلم للسمنة واول مؤسسي فكرة التخصيص اونلاين في مصر ومؤلفة كتاب التغذية واثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسم برحب بيكي دكتور دعاء برحب بيكي يا سوزة دينا عملا الحررتك ايه الحمد لله مرسي على المقدمة الجميلة وعلى دايما شرف استضافتك لنا ربنا يخليكي دكتور دا وفعلا دعم لنا ربنا يخليكي الاول انا بقى اللي بشكرك انك انتي جايبا لنا حنان زيكي حنان الحمد لله ومنورانا للمرة التانية وماشا الله انا دايما ببقى حاسة ببقى متخوفة من الفقرات اللي جات لنا قبل كده اه يا ربي هتبقى زادت في الوزن هنبقى بنتكلم معها وهي زيدة ولا ثبتت ولا هي زي ما هي امر خسيت عن كابين عن الاول ماشا الله لا قوة الا بالله طيب نبدأ دكتور دعاء من وقت موقفنا كده بالظروف وقد ايه حنان كانت حالة بالنسبالك حالة تحدي حالة تحدي لان حنان 29 سنة اه ام لاربع اولاد ماشا الله اه صورتها قبل لا يا ريت لو نجيب صورتها قبل نفكر الناس بي قبل صورة حنان لا دي حد دي وحدة عين ده وحدة عين وحدة عين خمسين انما كده دي مامة دي هنا فيه ثقة بالنفس هنا فيه يعني رادية بالامر الواقع غيرت بيت علشان السلالم ونقلت لبيت تاني ورجليها تعباها ومش قادرة تطلع ومش قادرة تنزل هالمعقول في ريعان شبابها وتعاني من كل ده طيب لما يبقى عندك ستين سنة هتعمل ايه وانت في مكتبل العمر وبتعاني من ده طيب خدتي امت يا القرار يا حنان حنان هتقول لكن انا بتكلم في الشقة اللي يهمني انا المفروض ان انا حالة محبة للأكل تعرفش تعمل دايت حولت واشترت من عن التأدوية وجابت من اعلانات التلفزيون ومش عارفة ايه وما نجحش ده معاها اللي زي ده يعني دايما بيكون داخل يقول لك اجرب يعني هاخسر ايه بقى خربانة خربان ركب بازت من الوزن وحفضل بقى كده قالت اجرب وتبقى اخذ تجربة اما حنان خدت الكورس وخست عشرة كيلو لا هناك طبعا جوه المريض هنا اسرار انا هكمل انا انا افضل بعد عشرة فقدان عشرة كيلو عندها الام في العظام الام في المفاصل قلت لك مش قادر اخدم عيالي مش قادر اطلع مش قادر انزل خدت الكرار اخدت معانا كان لازم اقفل لها شهية وده مهم جدا ان انا بقفل شهية ليه دايما الناس المحبة للأكل بتبقى الشهية بتاعتها عالية ومعدتها كبيرة انا كل ما باكل ببوز معدتي بكبرها بتكبر اما اجي اقول اعمل دايت الاكل اللي انا اكلته الناسة بالبسيطة اللي الدكتور قال لي عليها الورقة اللي بتلف دي مش مناسبة لكل الناس صح هنا لما اقول لها بيضا مسلوها بيضا تروح فين في مادة كبيرة زي دي دي مش استمرارية ابد دا عذاب مستمر وفي الاخر تلاقي نفسك محروم عايش محروم طيب خلينا نتكلم ان ربنا ما خلقش باق على الارض سبحانه وتعالى اللي ما خلق لي الدواء طيب شهية عالية وباكل كتير يبقى لازم قاملة معدتها طاقة سلبية انا عايزاها تاكل كل حاجة واي حاجة ولكن بنسب قليلة معتادلة فاش كاليرز عالية ما فيش كاليرز عالية خالص واذا اكلت من الاكل اللي فيه كاليرز عالية مش هتحميها بردو منه طبعا اعمل ايه لازم املى المعدة دي الياف يبقى فيه تلتين المعدة الياف ولازم مع كل فطار غدا عاشا طبق سلطة يبقى اخدت جرعة المكمل الغذائي فاخد تلتين المعدة وكمان هنا طبق السلطة ايا كان نوع الاكل اللي هي طبخا تاكل قد ايه يعني منه تاكل قد ايه منه كلام فادي ما حرمتهاش مش محطوطة تحت هدك زائد ان الالياف دي انا ليه حريصة مع اصحاب الشهية العالية ان اديها لهم ومساعدة مادة فعالة مزدوجة انها ممكن من الجرسينيا مع البيسيليا مع الكوجاك لازم كل ده بس اعمل ايه المفروض انها اتخذت البيسيليم انا عايزها تشرب ميا كتير ثقافة تشرب الميا ما كانش عندي حنان خالص وتحكيلك هي ده تمام فاديتها البيسيليم اديتها طبق السلطة خدت الجرعة خلاص بتاعتها قاعدت طبق الاكلة ما تشتاكل بتقول مش انا انا مش انا حنان فكده انا قفلت الشهية كده مالهاش حجة لأ طبعا الاول بقولك مبروكي حنان على التحدي اللي انتي وما سلمتيش للسمنة وهي اسم مبادرة دكتور دعاء لكن انتي طبقتها في حياتك الواقعية وجاية ولابسالي النهاردة جاكت وجينز وجينز وكعب يعني لا لا خلاص حنان اتغيرت اتغيرت ازاي قدرتي يعني تثبتي على الوزن انت الوقت يا بتاخديش كورسات لا الحمد لله خلاص بقالك قد ايه بقى كده دخلة في الشهرين ثلاث شهور ثلاث شهور مفيش كورس ثلاث شهور تثبيت وبعد كده ثلاث شهور خلاص مفيش اي علاقة في المعدة عشان كده من ست شهور لما قابلتك انتي قلت يا نا حبدأ اثبت اه خلاص طيب نرجع نفكر الناس انتي كنتي كم كيلو يا حنان قبل ما نشوفك بالهيئة الرائعة خمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتسعين والنهاردة والنهاردة اللهم صلى على سيدنا علي أفضل صلى الله عليه وسلم ستة وستين يعني انتي يا طولها مية ستة وستين اه انتي طويلة اه اه يعني انتي كده منيكان يعني المفروض ان كده وزنك مناسب ومزبوط على الميزان ايه ايه اللي كنت بتعاني منه زمان وقت الوزن الزايد ده زمان كان دوالي كتير بقى في رجلي على طول رجلي واجعيني معادش بقدر امشي على دول كده بنتي طبعا حضرتك عارف انها مريضة شوية فبطر ان انا شيل وانزل واطلع وانزل مستشفيات بقى حضرتك عارفة طلوع نزول ما كنتش بقدرش فيها كنت لازم بقى ان انا اتسل قال له حد يجي معايا من اهلي من اخواتي كده عشان يشيلوا معايا بقى وبطعب كتير والاكل كان بطريقة فضيعة كنت لأكله كتير جدا يعني طلع نازلة بتاكلي عزبون بقى كوارع اللي اصلى عن نبي كده اللي بحبوا الاكل بس انا باكل حاجاتي دلوقتي انا مازال باكل دلوقتي لا مبطلتش امال ايه الفرق الفرق ايه بقى ان من معدى كده لمعدى كده من اكل كده لأكل كده ومية بقى لي انا حب المية كمان بعد الكورس كمان كل ما بص في المراية بلاقي وشي هو مجذب نفسه بشرتي شدة مش كده حلوة قوي طبع يعني حسيتي بقى بترهولات يعني 30 كيلو تقريبا نزلتي 30 ها 30 كيلو نزلتي حسيتي ان في يعني طبع انت صغيرة يعني لكن لا ما كان لازم الكريم انا بديها الكريم اليونوكس ده مرخص من مصدرات الصحة كان يوميا على بطنها ما شاء الله النهاردة احنان لو ويفت ما فيش بط والمية بتساعد المية بتشد ده مع ستريتش فاير وانت بتفرزي دهون وبتاخدي مية كتيرة ما كانش عندها ثقافة المية ما عنديش ما كنتش بعرف ان وانا ما كنتش بشرة مية طول النهار اصلا يعني من غير ما اكد العلاج انا ما كنتش بشرة مية يعني المكملات الغذائية دي مع المية هي الحققت هقول لحضرك حاجة والله العزيب انا ما كنت بحب السلطة اصلا ولا باجي جنبها حد ما احبش السلطة ولو عملتها انا كنتش بحبها دلوقتي انا بدور على جميع الخضار اللي بدخل في السلطة خليها ملونة كل عشانها الوان الوان الحلوة دي عشانها الكل وكده هاخد تليفون من كيرولوس صحيح نفسية الستات لكن الرجالة كمان بتدخن والرجالة كمان ليها نجاحات في فقدان الوزن كيرولوس مساء الخير الو كيرولوس معانا على التليفون يا جماعة اخرنا عليه او مش عارف حسن انا اتخرت عليه الو الو انا مش سامعي للأسف معانا الو ايوة يا كيرولوس انت فين انا مع حضرتك ازايك عامل ايه امسا بخير عامل ايه مساء النور كيرولوس احنا معانا في الستوديو دكتور دعاء سهيل وعايزك تحكيلي تجربتك ايه اه لا بصراحة انا 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 اتفرحت جدا بشكل بعد اما اتغير وخسيت انا كنت بادي من شهرين يعتبر انا لستفضلي ثلاثة يام وقلص بالكورس بتاع الشهر التاني بتاع الشهر التاني طيب خسيت كم يا كيرولوس في الاتنين خسيت في الاتنين حوالي بتاع 19 19 كم سنة اه انا واحد عشرين طيب ما انت صغير بقى والحرق عندك كويس ما شاء الله انت كنت كام وعايز تبقى كام انا كنت مية واثناشر دلوقتي بقيت حوالي 92 92 وعايز توصل لكام انا عايز شكلي ارض عنه اه انت بالنسبة لك يعني طبعا انت صغير عندك 21 سنة طولك قد ايه يا حبيبي انا 165 165 انا بقوله دايما لحد الخمسة وستين 68 حلو مش وحش جميل وهتبقى راضي عن نفسك فكمل يعني 30 كيلو ان شاء الله تفضل ميشي بنفس السيمترية دي الموضوع ده 30 كيلو كده مش هاخده معا وقت خالص ايه و 3 شهور ان شاء الله 3 شهور كيرولوس اه انت في سنك ده كنت بتلاقي لبس تلبسه اه كان ايه مشاكلك يعني ايه اللي خليك تقرر انك انت تخلص ما كانش عام تركه في نفسي دي ما كنتش قادر دي كلمة كبيرة اخير اشتري مثلا لبس ولا حاجة بابا مكسوف بابا مش لاقي اصلا مقافتي شاكلي بقا مش واخد فكرة ان انا امسي في الشارع حتى او تلاقيني حتى اخرجاتي ما بخرجش ما بعملش مكسوف شهيتك كانت عالية ايه شهيتك يعني كنت بتاكل حاجات يعني كنت بتاكل كتير اه اه طبعا جعان طول الوقت ده جيل الفاست فوت اه طبعا اه طبعا اه والله يعني ده ده شيء مفرح ان الشباب بتوعنا دلوقتي با عندهم وعي على فكرة ايوة وعندهم يعني فعلا لما بيلاقي نفسه بيعاني من ذات وزن او تخين او اه عنده يعني مريض سمنة بيقول لا انا لازم اقف كده ده بيبدأ حياة عايز با عنده ثقة في نفسه بيبدأ حياته يبدأ مريض سمنة لا طبعا لما يفقد العشرين تلاتين اربعين كيلو بيكون فعلا عنده ثقة في نفسه اه دايما احنا كشعب مصري ده مخفيف من التارية ممكن التارية دي بقى زهر وداشت اه تقول ايه كيرولوس بس الفضل يرجع للدكتورة وللدكتور برضو اللي انا بساعدة يا حبيب الفضل اللي لح دكتور اياد اه دكتور اياد بصرافاني ودعم المجهود دكتور اياد الشامي من افضل العناصر طبعا ودكتور مارجريت وبيتر وامنية وسلمة مش عايز انسى حدر انكم حاجة اوه دكتور ميشيل طبعا ده مدير الكس ففعلا يعني كلكو والله ما شاء الله 48 انا فعلا مختراهم بضقة بيهميني في خبيرة التغزية العلاجية او خبيرة التغزية العلاجية انها تكون انسانة لازم اسمع لمريضي كويس لازم اكون فعلا ملم بادق التفاصيل في حياته عشان هو دلوقتي مفيش ثقة في النفسي عش فيه شوية ضرر نفسي فعلشان كده انا دايما اقول اسمع مريضك كويس صحيح بنشكرك شكرا جزيلا كيرولوس واحنا دلوقتي ده مش عرضة ازياء ده عرض للاسرار عرض اسرار ناس قررت انها تخس وقررت انها تداوم على انها توصل للنتيجة اللي عايزاها وقرروا انهم مش هيستسلموا للسمنة دكتور توعق لم بتشوفي الصور دي بتحسي بايه بفخر غير عادي بكون فخورة بيهم مبسوطة جدا ان انا حلو قوي انك تقدر تغير حياة انسان انت بتشوفي النتيجة اه طبعا وعندي اسرار تكون اعدادهم مضعفة انا زي ما المريض عنده اسرار انه يفقد وزنه انا عندي اسرار اكتر منه ان انا اضيفه لسلسلة نجاحاتي انا وفريقي لازم ببقى مبسوطة قوي بأي مثلا دخلالي مارجريت دكتور في بفوراند افتر معانا وزيادة حالات انا عايزة اعمل سلسلة للنجاحات دي انا نفسي مصر فعلا ما تدخلش في الاحثائية الدولية معاناة من زيادة الوزن احنا قادرين احنا فعلا بما ان في يعني مواد عشبية فعالة امنة على الصحة لفقدان الوزن لازم تساعد من يعاني من هذه المشكلة لها مشكلة زيادة الوزن ده مرض ومصاحب ليه اربعة واربعين مرض وربنا ينم علينا جميعا بالصحة امين يا رب انا النهاردة جايبة حنين بعد ثلاث شهور عايزة اقول لهم هي متوقفة لا كرسات ولا اي شيء ما زادتش ليه لسبب بسيط جدا انها قفل شهية قفل شهية المعدة بتصغر 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 شهر عن التاني بيحصلها زي الشرينك اما بتلاقي نفسها وقفت المعدة حصلها تكميم طبيعي طبيعي ايه 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 انا دلوقتي كممت لها معدتها كل شهر بتصغر بتنكمش خلاص النهاردة هي اسأليها كده بتاكل ازاي النهاردة بتاكل ازاي النهاردة باكل كل حاجة قد كده يعني معلش قوليني كده تعالي ناخد نموذج يوم في حياة حنين الجديدة دي بتفتري ايه ممكن تتغدي حاجات قد ايه العاشة بيبقى امتى وقد ايه اتعودت انها بعد سبعة ما تاكلش انا عاودت نفسي مع العلاج على كده ما هو المنتج كان كده ان انتي بعد سبعة مش بتاكله خلاص هي اتقلمت على كده ان انا بتغيش حنين لا ما باجعش وباكل بقى ايه لو حسيت ان انا جاعنا عندي الفاكهة لو تفاحة لو حبة عنام اي حاجة اي حاجة اي حاجة تخياليها سبعة موذج اي حاجة خلاص شوية المية لو شربت مية ايه لكن ما عندكيش ممنوعات يعني مثلا معلش قائمة ممنوعات عارفة بقى دلوقتي فاكهة الصيف ما اروعها وانا اجمالها ما شاء الله يعني تبارك الله فيما خلق المنجا دخل علينا بقوة دلوقتي هتدخل ممكن سامرة في الاسبوع قولنا الحاجات دي اللي احنا عايزين نعرفها ممكن ناكل كل الحاجات دي البلح والمنجا والعنب العنب ده العنب رائع دول طبعا كل حاجة ولكن بنسب قليلة الممنوعات دول ليست ممنوعة على الاطلاق ولكن اكل النهاردة عنب ممكن بكرة منجا ممكن بعده تين ممكن يعني مرة مرة انت مش محروم انا مش ما فيش قائمة ممنوعات ولكن بنسب قليلة لما نتكلم في النسب لو انا أكلت نسب قليل المنجا مثلا لو انا شربت مية كتير خلاص ديعت الموالح اللي فيها وما ضرتنيش اشرب مية كتير بعدها العنب اه صارتها عالية اخد بالك تبقى حاجة بسيطة قليل منه ولك فنجال عينب بعنب فنجال عينب اه اه بالضبط اللي هو مية وعدل 15 عينب يعني مش بلا بس ما نبقاش بنفس الشراعة لا وده سر المكملات الغذائية اه طبعا اه طبعا هي منسبة الفولنج اللي موجودة داخل الكورس بتخلي الفرد من انا ما عندوش شهية مليحة على السكريات فتلاقيه بياكل حاجة بسيطة وبسرعة بيمنع نفسه اه اه انا تمام عندو ارادة اه طبعا هي بتساعده بتساعده لو عندو الارادة دي من البداية ما كانش يزاد وزن لكن المكملات الغذائية بتساعد ايزا روادتك نفسك كانت مقايلني كذا فانا مع الكورس مع الدكتور انا خلاص كده اتقاملكت على كل حاجة بالنسبة للفطار هو يعني الاول انا كنت فضيعة في الفطار بتكليب الفطار الاول ايه؟ قولي يدات كنت تتكلي والله هقول والله كنت باكل رنجة بطاطس محمرة فول بالسلسة جبنة قديمة بالطماطم جبنة قريجة بالطماطم جرجير خاص كل اللي راح دركت فطار ده الدور البيت ده اربع ترغيفة خمس ترغيفة ده احنا بنحبرش بقى والغدا بقى رز ده احنا تخنى من كتر بس السمع والله بجد بجد وبالليل كان لازم ان انا اقوم ادور على اي اكل في البيت كله لكن دلوقتي الموضوع افتح لا انا بقول اشرب انا بقول فحلا والله جسمي محتاج لمية انت موجودة جواي عشان انا عاوزة مية كتير اشرب مش عشان انا عاوز اكل هو ده التغير في البيت انا حبه نفسي بعمله لها الى ان يطول بيها وبين العمر يعني بوجه جزيل الشكر طبعا لحنان وخلوني اشكر في نهاية اللقاء ده دفتنا دايما نفتخر بوجودها معانا في ستلستات دكتور دعاء سهيل دكتورات تغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصحبة مبادرة مش هنسلم للسمنة واول مؤسسي فكرة التخصيص اونلاين في مصر دكتور دعاء بشكرك شكرا بزيلا لنورتينا انت وكل ضيوف بشكرك يا رب شكرا بشكرك على متابعتنا النهاردة يا رب تكونوا استفدتم من الحلقة اشوفكم الحلقة الجاية يا رب على كل خير وصحة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة